أول حاجة لازم المرأة تقف على موهبتها الحاجة اللي بتحبها بره الشهادة كلنا ممكن نكون درسنا أداب درسنا تجارة درسنا حقوق أيا كانت الدراسة الشهادة شيء مهم للتعليم والمكانة الاجتماعية والاطلاع والتنوير لكن النهاردة أغلب العالم بيتحرك بحرية وبمرونة في المهارة وفي فنيات التجارة متنهية الصغر يعني مثلا أول حاجة أصنف نفسي لو أنا بعمل أكل حالو أو بعمل نوع معين من الطهي أو المخبوزات كيك مثلا مش لازم أعمل كيترين كامل لو أنا بعمل نوع معين من الكيك ممكن أعمله رابينج أو تغليف بشكل كويس وأتاجر فيه نوع معين من البسكوت لو أنا موهوبة في الرسم على الزجاج الرسم على القماش رسم لوحات موهوبة في الخياطة في التطريز في الكورشي في الكانافا لو أنا ما عنديش موهبة خالص وعايزة أتعلم مهارة بجانب الشهادة ممكن تشغل وقت فراغي واتنين مصدر للدخل ممكن أتعلم عن طريق اليوتيوب مهارة أتعلم رسم أتعلم الخياطة وإحنا قدمنا كتير في ورا كل باب نمازج رائدة وجميلة للسيدات رواد الأعمال اللي بيخياطوا واللي عندهم صنعة وحرفة واللي بيعملوا شنط من الخشب واللي عندها مشغل كل دي ستات متعلمات وخريجات جامعيات عندهم أفكار نابهة بيستفيدوا منها ويستغلوا وقت فراغهم ويستغلوا مهارتهم ممكن مصادر التعلم عندي كليات فنون الجميلة وكليات فنون التطبيقية عندها دراسات حرة على اليوتيوب أتعلم مصدر تعلم مجاني عندي جهاز تنمية المشروعات تابع للدولة بتدعم المرأة وتدعم الخريجين الجدد بتدي ورش عمل ومحاضرات وزارة الاتصالات بتدي برضو كورسات ومحاضرات أونلاين في مبادرة خاصة بوزارة الاتصالات للمرأة وتمكين المرأة عندنا مبادرة حياة كريمة متواجدة في كل محافظات مصر بتدعم ورش العمل وابتدعم فنيا ومهنيا وماديا قروض ميسرة لكل ست وكل فتاة عايزة تفتح مشروع متناهي الصغر من المنزل يبقى رقم واحد أصنف نفسي أو أكتسب مهارة أنا شطرة فيها لو أنا ما عنديش أروح أتعلم في الجهات اللي احنا قلنا عليها أو أتعلم عن طريق السوشيال ميديا رقم اتنين هتيجي خطوة التمويل إن أنا يكون عندي ميزانية كافية لبداية المشروع الميزانية أو المادة دي لو أنا عندي أوكي هعمل جمعية زوجي هيساعدني مفيش عندي الجهات اللي احنا قلنا عليها تبع الدولة بتقدم قروض ميسرة جهاز تنوية المشروعات وجهاز مجلس القومي المرأة بنك ناصر كل دي جهات موجودة على النت نقدر نطلع ونطلع معلومة للتمويل رقم ثلاثة تيجي خطوة استسويق إن أنا الحاجة اللي أنا بعملها سواء منتج أو خدمة بقدمها أسوقها فين؟ أنا دلوقتي عندي منتج بين إيدي أولا رقم واحد أستغل علاقاتي الاجتماعية في العيلة والجيران جروبات الماميز لأولياء الأمور أقدر أسوق فيها لو أنا أولادي أو بناتي في مدرسة وعندي جروبات الفصول عندي كمان أنشئ صفحة نفسي على الفيسبوك والإنستجرام واستغل السوشيال ميديا للتسويق أقدر أنتسب لمعارض اللي بتتعمل للمرأة وللمنتجات الحرافية ودي موجودة على النت وموجودة كتير معارض مجانية تابع جهاز تنمية المشروعات ممكن أروح وأقدم واشترك في المعارض للتسويق التسويق خطوة مهمة رقم أربعة ودي حاجة مهمة جدا لكل ست إن أنا سمات المرأة صاحبة المشروع متناهي الصغر مشروع متناهي الصغر لها سمات أولا لازم تكون المرأة شخصية قوية شخصية متطلعة شخصية منفتحة يعني إيه متطلعة بشوف كل جديد في المهنة أو البرودكت اللي أنا بنتجه المنتج اللي أنا بنتجه أو الخدمة اللي أنا بقدمها شخصية مارنة يعني إيه شخصية مارنة أكون عندي مرونة في تقبل رأي العميل أو الزبون بتاعي إن أنا أطور من نفسي أو أغير من المنتج بعد بباخده في مرحلة التسويق للزبون شخصية مارنة كون شخصية قوية يعني إيه شخصية قوية عندي قدرة على الصبر والمسابرة وما استجبش من نقول إيه للموجات السوقية حصل أزمة حصل عدم تعصر في التسويق مرة أو اتنين حصل تنمر أصدقائي إخواتي جوزي طب أنت هتبيعي بكام هو يعني حد محتاج الحاجات دي لازم تكون المرأة عندها إرادة وشخصية قوية وعندها مرونة للاستمرار رقم خمسة الاستمرارية والصبر على الحرفة أو المنتج أو الخدمة اللي أنا بتديت أقدمها أو أشتغلها من المنزل والتوسع الدائم والاطلاع في قنوات تسويق جديدة التوسع الدائم في قنوات التسويق كل دي خطوات لازم المرأة تاخدها في الاعتبار وتبتدي بيها ولا تيأس وأي مشروع متناهي الصغر ما بيجبش عائد اللي الممكن السيد تنتظره قبل سنتين ونص ثلاث سنوات من العمل الدائم والاستمرار اشتركوا في القناة